موسيقى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا بكم أحبة الكرام في هذه المداخلة والتي سنتحدث فيها عن آخر تطورات الوضع الصحي للرئيس عبد المجيد تبون المعلومات التي توفرت لدينا أمس ونشرناها من أن الرئيس خرج من الغيبوبة الاصطناعية وأن الغيبوبة التي كان يعاني منها من قبل هي غيبوبة طبيعية معناها نقلوه من الجزائر في غيبوبة تامة وكما ذكرنا من قبل أنه وصل إلى ألمانيا في غيبوبة وبعد ذلك استعاد وعيه ثم عاود دخل في غيبوبة أخرى وذكرت لكم أنني لا أدري هل هي غيبوبة طبيعية أيضا أو غيبوبة اصطناعية من أجل أن يركبوا للأجهزة وكذا وكذا للعلاج لأنه كان في وضعية سيئة جدا المعلومات التي وصلتنا أمس من مصادر مطلعة جدا ولا يمكن أن نشك في مدى مصداقيتها أن الرئيس استعاد وعيه وأنه استفاق ولم يعد للغيبوبة مرة أخرى ومعناه حتى أن نزعله الأجهزة تنفس بصفة مؤقتة طبعا وأكيد رح يرجعهم له لأنه حتى يتعافى بصفة عامة المعلومات تقول بأنه الخطر الكبير الذي كان يهدد حياة الرئيس قد زال إلى حد كبير الطباء الذين يعالجونه متخوفون طبعا لا يمكن أن يأمنوا أمان كامل على أنه تعافى بصفة عامة أما بل أنهم وضعوه تحت المراقبة الدقيقة وأن الوضع الصحي مفتوح على كل الاحتمالات ولكن ليست بدرجة خطيرة مثل ما كان عليه الوضع من قبل لذلك سيكون تحت المراقبة الدقيقة لمدة أسبوع بين أسبوع لأسبوعين إذا لم يحدث أي طارة آخر طبعا بعدما نشرنا هذا الخبر هناك من تناقله وأدخلوا عليه بعض البهارات هناك اللي غير أخذه حرفين وأضاف له أشياء وهناك أيضا من أكد هذا الخبر بطريقته وقال بأنه مصدر من السفارة الجزائرية يتحدث عن هذا الأمر بعدما نشرنا الخبر وهناك أيضا من أعطى تفاصيل في إطار هذا الخبر الذي أوردناه ولكن أعطى تفاصيل إلى أخرى على أنه عاد يأكل وكذا 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 لا أعلق على معلومات الآخرين فهم أحرار يتحملوا مسؤولية ما يقولون ولكن المعلومة التي لدي أنا ومن هذه المصادر المطلعة أن الرئيس أصيب بكورونا وهذا أمر مؤكد ومقتنع به ولا يمكن أن يعطيني آخر غير ذلك لكن هناك نقطة هل الرئيس حدثت له تداعيات أخرى جراء كورونا الله أعلم لأنه المعروف أن كورونا تؤدي إلى تداعيات أخرى على مستوى الصحة لأنه خاصة الإنسان لما يكون عنده أمراض مزمنة الرئيس عنده سكري عنده مريض عنده مشكلة في الصدر هناك من يتحدث أيضا على أنه عنده لطنسيون وما إلى ذلك ربما أدى إلى تداعيات أخرى أو لا هذا شأن آخر ولكن المؤكد والمعلومات المؤكدة التي لغبار عليها أن الرئيس أصيب بفيروس كورونا أمر آخر أنه هناك خلل كبير في الرئاسة الجمهورية تعامل الرئاسة الجمهورية والقسم الإعلامي مع هذا الطارئ هو الذي زرع الشكوك وزرع الأوهام وزرع القصص الخيالية وخل الجزائريين يبحثون عن صحة رئيسهم في مواقع الأنترنات وما إلى ذلك وهذا خطأ كبير ارتكبته رئاسة الجمهورية وما زالت تصر عليه حتى البيان والتحية التي أرسلها إلى الشعب أجزم لكم أن اليوم التي نشرت فيه هذه البيانات كان الرئيس في غيبوبة الرئيس لم يستفق من غيبوبته إلا البارحة فتلك الأمور كان من الممكن جدا أن تقولوا قلوا أن رئاسة الجمهورية أو مثل ما فعلوا أن علاهم لما زار عزة نخضر برقعة قالوا أن عزاها مستشار رئيس قلوا أن مستشار رئيس أو ديوان الرئيس أو الأمان العام لرئاسة الجمهورية أو شيء ما لا داعي إدخال الرئيس في كل شيء والجزائرين يعلمون بأنه في غيبوبة أو هناك أصلا من يشك أن الرئيس قد توفي إذن المشكلة أنه يجب إصلاح المنظومة الإعلامية الرسمية في رئاسة الجمهورية يجب أن تتعامل بمستوى آخر غير هذا المستوى البائس الذي ظهرت عليه لأنها تعامل بنفس طريقة تعاملها من قبل رئاسة الجمهورية مع مرض بوتفليقة الذي بعد ذلك بسبب تلك الأكذيب وفي سبب تلك الممارسات وصل الأمر إلى ثورة وحراك شعبي تاريخي ضد نظام بوتفليقة يجب أن يكون هناك سياسة واضحة وبينة وتكون هناك الأمور الشفافية رئيس الجمهورية ليس شخص نتحدث عنه نحن نتحدث عن مرض رئيس وليس مرض عبد المجيد تبهون لو كان عبد المجيد تبهون ليس رئيسا للجمهورية ممكن الذي يعرفه شخصيا يتمنى له الشفاء ونحن هذا أمر طبيعي لأي إنسان هو حر وقضية مرض الإنسان هو سر شخصي يعني ما تستطيع الإنسان أن يحتفظ بمرضه ولا يحكيه للناس وليس الحق الآخرين أن يعرفوا لكن الوضعية الصحية رئيس جمهورية هو غائب وهناك مهام كبيرة معطلة لا ندل الجزائر قد تدخل في أي طارق قد يحدث أي اعتداء قد الأمور تتطور بسرعة كما كذا وربما هناك من المطربسين ليستغلوا غياب الرئيس الجمهورية ويرتكبوا بعض الأشياء التي تفرض قرارات من طرف رئيس الجمهورية حتى يضعوا الجزائر في موضع محرش جدا الرئيس عندما يمرض ولكن عندما يمرض يجب أن تكون هناك شفافية هي إذا كان هذا الرئيس مرضه رايح يقعد أكثر مدة طويلة هناك إجراءات قانونية تتخذ في هذا الجانب حتى يعود رئيس الجمهورية وللأسف الشديد أنه أكبر خطأ يرتكب دائما عي غياب ابن نائب رئيس الجمهورية لو كان عنده رئيس الجمهورية نائب مباشرة يصر له أي شيء نائب رئيس الجمهورية يكون في مكانه ويمارس مهامه بصفة مؤقتة كرئيس الجمهورية ولن يترك لنا هذه الثغرة التي تذر وقد تؤثر سلبا على واقع الدولة الجزائرية هذا إخواني أن أردت أن أقوله وأكد على مرة أخرى على أن المعلومات التي وصلت من المصادر مطلعة أن الرئيس عبد المجيد تبون استفاق من الغيبوبة وزال عليها المخاطر الكبرى التي كانت ولكن أن وضع الصحيق مزال مفتوح وعلى كل الاحتمالات لم يقرر الأطباء بعد على أنه قد تعافى أو قد يعود إلى أرض الوطن ويمارس مهامه الرجل عنده أكثر من عشرين يوم لم يأكل ولم يشرب راه صار الجلد على العظم كما يقولوا والوضع مثل هذا أما أمر آخر أنه يتداولون في مواقع التواصل الاجتماعي وأنه أنور مالك متخبط وحيانا يقول مريض والآن يقول شوفي يا جماعة أنا في مراحل معينة عندما تصني معلومات لذلك اليوم أنت جيني تحكي لي على فيديو وحكيت منذ أسبوع يقولك اليوم رئيس الجمهورية هو وضعه بعد أسبوع نجي نحكي لك راه شوفي تقول لي يا علي شل بارح قلت راه يا جماعة نقولك اليوم هاو الرئيس اليوم قلت لك أنه استفاق من الغيبوبة قد تتطور ولا نتمنى ذلك ولا نتمنى له شفاء قد تتطور يعود إلى غيبوبة أخرى أو تظهر أشياء أخرى تجي تقول لي كيفاشل بارح قلت شو راه هو لا هذه هي التطورات حتى فيه من اليوم راه هو استفاق وضع الصحية هم افتحوا الاحتمالات ولكن المخاطر الكبرى زالت قد تتطور الأعمار بيد الله وهذا الجاء لإنسان لما يكون مريض إذ كل مرة قد يصرر له شيء لذلك الكلام الفارغ هذا هذا للناس صغير وعيين يظنوا يظنوا أنه عندما مثلا ننتقد الرئيس تبون أننا نتمنى له الوفاة وعندما معناها وش منطقهم لازم عندما يدير تبون حجم لح ونقولوا حجم لح مع عادشة ننتقده لا هو أصلا في الخطاب الأول ماذا قال استمعوا لقد تحملت المسؤولية الكبرى من أجل أن نعمل معا على تحقيق حلم بناء الجمهورية الجديدة في إطار بيان ثورة نوفمبر المجيدة الخليدة وإني أدعوكم جميعا لكي تكونوا سندا لي ساعدوني وشجعوني إذا أصبت وقوّبوني وصوّبوني إذا جانبت الصواب كونوا الجدار المنيع الذي يقوي ويحميني لكي نكون جميعا مفخرة لجزائرنا العزيزة الغالية هو قال هذا معناها أنه قال عندما تشوف انتقدوني ما قال تليفوني ولو قال أبعثني على الواتساب ولو قال عندما يكون هناك غلط نقول لا هذا غلط حتى الأمر نفسه بالنسبة لنؤسس العسكرية إذا دارت حاجة مليحة نقول حاجة مليحة إذا كنت يتعلق بمواقفها مع السياسية اللي المفروض لا تكونش عندها مواقف سياسية ولكن اقتضت الضرورة في مثل هذه المرحلة عندما تكون أشياء جيدين قراءة أشياء جيدة عندما يكون أشياء غالطة نراها نحن بمقياسنا غالطة نقول عليها معناها أنكم أيها الجزائريون خلاص معناها كي يقولوا أن مؤسسة العسكرية مليحة يعني ما كان شاء نعرفها من الداخل خير منكم مليون مرة كي الناس حتى الخدمة الوطنية ما عدوا هاشو يدبر عليها أنا ولا يدبر على الناس كانوا ضباط وكانوا يعرفوا مؤسسة العسكرية من الداخل دولة ما يبنيش دولة من المفروض نحن كنا جبها أيدنا المسار الذي مشا فيه الرئيس أفضى هذا المسار لدار القايد صالحه أفضى إلى الرئيس تبون ومشينا في عهد واحد آخر داروا دستور معجبنا شرفضنا نقعد ندافع على وجهة نظري مش معناها أني خلاص رح ندير انقلاب على المؤسسة العسكرية ولا ندير انقلاب على مؤسسة الدولة عندما نجيب أخبار إذا عجبتهم يفرحوا بيها وإذا ما عجبتهم مش أفلان خائن ما هذا المنطق بهذا المنطق الغبائي والمنطق الغثائي لا يمكن أن تبنى دولة الدولة تبنى عندما تنقبلوا أراء بعض لو كان نقعد نصفقوا برك التبون ونصفقوا راح رجعنا نفس المربع الأول حتى الرئيس البشر هذا كي يقتروا له المصفقين يصفقوا يصفقوا له بعد ذلك يشوف يروحوا ما زال يبقى غير يقول أنا ربكم الأعلى ما تخلي تخلي الممارسات الغالطة نقولوا عليها غالطة هذا هو هذا 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 هو أنا والعياذ بالله من كلمة أنا عندما أرى الغلط أقول عليه وعندما أرى الصواب أقول عليه لا يهمني أنت من تشتمني ولا أنت من تسبني أنا أفكر أتكلم بما أفكر فيه أنا لا يمكن أن أتكلم بما يرضيك أنت أو بما تريد أو بما تفكر فيه أنت أما توزيع الاتهامات الجزافية والمؤامرات هذه هي المؤامرات اللي عشنا فيها سنوات طويلة حتى تخربت البلاد وصرقت المليارات بسبب هذه العاقلية هما ينهبوا في المال ويحولوا فيه للخارج والجزائريين يتعاركوا معظهم بالأياد الخارجية والمؤامرة وكذا وكذا في الوقت اللي ينقلوا فيه بتفريقا في صدره وأضر بالبلاد وأصدرت هذا الكتاب طوفان الفساد وتحدثت فيه ملفات على فساده هذه في الوقت هذا الكتاب هذا صدر في مصر تم إيقافه ومصادرته بتدخل من الدياراس نعم بتدخل من الدياراس يجيه وبعد ذلك تأكدت أنه من علومات اللي وردتها في الكتاب في ذلك الوقت كلها تأكدت وفيه مراهم في السجون ويحيوا وسلال وغيره وغيرها في الحباس نسمع بعض نحترم بعض نتعلم كيف نتعامل مع بعض إذا كنا نحن في جبهة في مسار واحد في مسار واحد يجيه غير التخوين يجيه واحد أخ كان بارح راه مع الجيش كذا شاف حوايج مع جبته جاتوا معلومات قالها ما نروحش نخونه مباشرة ونتهمه ونرده يعني من هنا أخلاص ما عكش ما عكش مصدقي معناها أنت البارحة اللي تأخذ فيه كلامي لأنه عجبك تأخذ على أساس أنه حجة واليوم بمزرد ما نقول كلمة ما تعجبكش نصير خائن وعميل ما أبقى والو رهي ما هو هذا المنطق أنا أنتكلم هذا بصفة عامة كثقافة آفة إعلامية وطربوية وأخلاقية للجزائريين أما هذا ما يقال فيه أنا شخصيا أنا لا أهتم به ولكن أقول وأؤكد أن الدولة تسير في الطريق السليم عندما تستمع إلى الرأي والرأي الآخر أما إذا تبقى في رأي واحد يصفق لها أعتقد بأن ذلك سيؤديها إلى الهاوية والأيام بيننا ولا نتمنى للجزائري إلا الخير وللرئيس الشفاء شكرا لكم أحبة الكرام ألقاكم بإذن الله تعالى على خير وفي مداخلة أخرى إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر